بحر الصين الجنوبي إحدى أكثر المناطق توترا في العالم والمسرح المفترض لصراع محتمل بين الصين وتايوان ومن ورائها الولايات المتحدة والغرب التوتر بين الصين وتايوان آخذ في التصاعد منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان حيث عبرت الصين عن رفضها الزيارة بإجرائها مناورات عسكرية هي الأكبر منذ سنوات قرب مضيق تايوان في رسالة سياسية لواشنطن مفادها بأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين لكن البعد الاقتصادي في الصراع ما بين بكين وتايبيه حاضر بقوة إلى جانب البعدين العسكري والسياسي حيث تؤكد صحيفة ذهيل الأمريكية أن أهداف الصين المقبلة بخصوص تايوان ستضر بالشركات الأمريكية الكبرى والحديث هنا عن تهديد بكين للصناعات الرقمية وصناعة أشباه الموصلات ورقائق الحاسوب شديدة التعقيد البيانات التي تم الكشف عنها تشير إلى وجود تهديدات سبرانية صينية تستهدف الموانئ التايوانية وكابلات البيانات البحرية ما يعني مخاطر مباشرة على الاقتصاد الأمريكي الذي يعتمد بشكل كبير على تلك المنطقة تؤكد صحيفة ذهيل أن أهمية تايوان الأساسية تكمن في دورها الرائد عالميا في تصنيع رقائق أشباه الموصلات محذرة من أن أي خلل في الانتاج والنقل سيلحق ضررا بالاقتصاد العالمي لا يمكن تقديره وستكون الشركات الرقمية الأمريكية المتضررة الأكبر من توقف الانتاج التايواني حيث ستتضاعف تكلفة هذا النوع من الصناعات لسيما وأن طموحات بكين للاستيلاء على تايوان جادة وعملية وسط دعوات لواشنطن للعمل مع حلفائها في المنطقة لتعزيز أمن الكابلات البحرية ووضع البدائل للاضطرابات الشديدة في حركة السلع والتجارة الرقمية ترجمة نانسي قنقر